مرحبا من الحكم المتداولة في بلادنا بيقلك أنه تنتهي حريتك حينما تبدأ حريت الآخرين في كتير ناس بيكونوا قاعدينوا عم يناقشوا بيقولوها طبعا هاي غلط بيّن الغلط فيها يعني أنا إذا بدأت حريت الآخرين لازم تحول لأنسان مقموع ممنوع من أي عمل أو حرية المفروض تكون الحرية متاحة للجميع وبدوما أنه ناس يعملوا حرية وناس يوقفوا شو هي شغلة مناوبة وهذا الشي بيقودنا الحقيقة إلى الحديث عن الحريات في السورية أو عن الحرية في السورية هو موضوع حقيقة معقد ولكن مليء بالطرافة ليش هو مليء بالطرافة لأنه سوريا تعتبر أو الشعب السوري يعتبر من الشعوب التي لا تتمتع بالحرية في حدود أو في نسبة من الحرية ولكن قليلة بدليل أنه خلال كل عمرنا بالسورية والدول العربية الأخرى الناس اللي معارضين للأنظمة اللي عندهم نفس حرية واللي بيحبوا الحرية كانوا يهربوا يروحوا على لبنان هي لبنان كانت الوحيدة تقريباً اللي فيها حريات ومصر قبل ما يجوها الإسلاميين في السبعينات بما عرف اسم الصحبة الإسلامية وسيطرت الوهابية على المجتمع من تحت وهي طال على أخوان وهابية فمصر تراجعت الحريات فيها بدون شك يعني أما لبنان كمان في الفترة الأخيرة بعد سيطرت حزب الله على كثير من مفاصل الحياة في لبنان فكمان صارت تراجع الحريات اللي بيمنحوا الحريات أو اللي بيقمعوا الحريات في سوريا هنه تلات جهات أول جهة هي النظام السياسي الأمني المخابراتي تبع بيت الأسد هو أحقر نظام فيما يتعلق بالحريات على مستوى العالم لا أعتقد أنه في العالم بعد ما راح نظام صدام حسين بقي نظام يقمع الحريات مثل نظام السوري ولكن أي حريات يقمع يقمع الحرية السياسية فقط يعني الحرية الاجتماعية أنت بتطلع وبتفوت وبترقص وبتغني وبتلبسها كيفة بتقول هاي الحقيقة وللأمانة ما بتدخل فيها ولكن دائما هو نظام مرعوب أمنيا ودائما يضيق على الناس ويراقبهم ويلحقهم من أجل يعني ما حدا يعارضه ومن أجل هذا الشيء هو ممكن يقتل ويضرب بدون وجه حق بدون سند قانوني ممكن يموت ناس تحت التعذيب والنظام السوري يعني سالفته أو صيرته معروفة للجميع الجهة الثانية هي القضاء والقضاء السوري هو ما هو سيء يعني ولكن القوانين ليست جيدة أنا أضرب لك مثال في قاضي إنكليزي قالوا له يجب عليك أن تحكم الحق أو بالعدل المو أنا اللي بحكم بالعدل أنا بحكم بالقانون أما أنتو المشرع يعني خلي يعمل القوانين عادلة وأنا بحكم بموجب القانون فنحن عندنا في سوريا القانون ليست عادلة أضرب لك مثال يعني مثلا عندك القانون العاملين الموحد اللي صدر سنة 1990 فيه مادة وحدة تلخص ذلك أنه يحق لرئيس مجلس الوزراء أن يسرح من يشاء من عمله دون أن يحق للمسرح أن يعترض حتى أمام القضاء يعني تعسفي وإضافة لأنه سرح وتعسفي وخرب بيته كمان بيقولوا لأسباب تمس النزاهة ودون أن يوضحوا ذلك قد يكون ذلك نتيجة تقرير التفتيش وتقرير التفتيش قد يكون فيه جانب كيدي يعني بجوز أخطاء ما من القوي كيدي لكن من حق أي واحد في الدول المتحضرة أنه يلجأ للقضاء فيسرح هذا بدون ما يرجع للقضاء في عندك قانون الطوارئ اللي صدر سنة 1963 بإساري المفعول للألفين واثناش أو الألفين وقيداش عفوا حكى عبد الكريم أبا زيد بزمانه قال أنه بعمرك سمعت أنه واحد راح قال أنا بدي يغيب عن هدي كام فترة مثلا شهر شهرين صيانة أو كذا وبعدين برجع بعمرك سمعت واحد بيطلع بثلاثة وستي ما بقى بيرجع أبدا بروح بكب المفتاح فقانون الطوارئ حكموا فيه بسوريا وطبعا حالات معروفة كم ناس ذهبت ضحايا هذا القانون في سوريا وعندما عدلوه أو ألغوه في سنة 2000 وإذا أشحطوا محله فعلوا مواده ومكافحة إرهاب شيء أسوأ من قانون الطوارئ الجهة الثالثة اللي بتدخل بحريات الناس هي الرقابة الاجتماعية أو المجتمع تتدخل بحياة الفرد على الطالعة والنازلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومن رأى منكم منكرا فليقويمه بيده فإلا من يستطيع فبلسانه وإلا من يستطيع فبقلبه وهو أضعف الإيمان يعني من حق الواحد اجتماعيا أنه يروح يدخل فيك يعني أنت قاعد عبتحكي حديث في قهوة وواحد عنده مقدرة يجي يضربك أو يعني يمنعك من متابعة حديثة يمنعك وهو الحقيقة أنه هذا الرقابة الاجتماعية محكومة بشغلتين يعني اللي هي ما بتتطور كتير وغالبا بقومه بقلبه وهو أضعف الإيمان أو بلسانه خوفاً من السلطة الأمنية أو من السلطة الخضائية أنه لا يمنعه يمنعه أو يعاقبه النتيجة تدخله في عندك شيء اسمه النصيحة النصيحة عنها ما لأي حدود أو ضرابط في بلادنا يعني يمكن واحد طالع الدنيا جديد عمره 25 سنة ولسه مو أريان غير وراء رزماني أو أريان شوية شغلات هون هون أو سمعان من البيت ومن الشيخ ومن أبوه من عمه ومن خاله ومن جده بعض الحكم والأمسة ممكن يوجه كلامه ولا مين بتريد للسيد القمني يقول له أنا بنصحك تعمل هيك وما بنصحك تعمل هيك لطاه حسين لأبو العلاء المعري لأي واحد مهما كان مستوى العقل كبير بيتدخل بيقول له أنا بنصحك وبعدين إذا شافه زوال بيقول له يا أخي أنا منجي لأولادك يعني كذا هذا موضوع أنا حكيت عليه وقلت بزمان أنه أنا شخصيا لا أقبل نصيحة من أحد لأنه أنا عندي عقل أيها الغره مثل ما قال بالعلاق إن خصيصة بعقل فاتبعه فكله عقل النبي فالإنسان اللي عنده عقل إيش فيه داعي أنت بما معناه تقلل زو وتروح تنصحه وتقول بعدين النصيحة بجمل والجمل مع عبد العرب وزمان وما بعرف إيش نرجع لموضوع أنه تبدأ حريتك حينما تنتهي حريت الآخرين أو تنتهي حريتك حين تبدأ يعني أنت مثلا عايش في حلب مدينة مثل حلب مدينة كوبرا أنه أنت حريتك وتجيف بتمد حصر في الشارع وبتصلي في الشارع وبنقطع الشارع والسيارات بقى يا ولا المساكين اللي رايح بده يلف ويرجع لورا ويدور ويروح على محل تاني لحتى يحسين لحتى يحسين يروح على محل أوزا كنت في الشام أو قزا قطعت الشارع فأنت بأي حق أنك تترك الجامع اللي هو مخصص للصلاة وتروح تمنع حريت الآخرين من أنه يمروا وهن حريتهم هنه مو بس حريتهم هنه عندهم قانون سير وعندهم نرحصة أنه هذا الشارع ما نه ممنوع الاتجافي بده يمروا فيه أنت بحجة الصلاة أو أنت عاب تستغل العاطفة الدينية أو الرادع الديني لأنه إذا الشوفير بده يجي يحتجى لك ويقل لك أنه ليش قطعت علينا الطريق بيقوم عليه الجماعة كلهم اللي هي هاي سطوة الجماعة الاجتماعية واللح والسلطة السياسية في هالحالة ما بتتدخل لأنه السلطة السياسية دائما بتخاف من السلطة الدينية أو من ردة الفعل الشعبية ومعروفة الحادثة أنه لما في سنة مسنين حافظ الأسد إجا واحد من المشايخ وش وش قال له جريدة البعث فيها مقالة بتسي وما بعرف إيش راح حافظ أسد كل شي فيه محررين في هذا القسم أخذهم بعثونا الحبس إلى إشعار آخر وهذه القصة معروفة وكل ياتنا بنعرفها يعني اللي بنشتغل بالصحافة فالسلطة الدينية بتغازلهم طبعا هي بتأتل وتضرب للجماعة المتدينة الراديكاليين وتعطهم بسجون وتخفيهم وما بعرف إيش لكن اللي يعني برا بتراعيهم دائما بتحسوا بحسابهم وهذا شي مو بس بس بسوريا حتى في مصر في كل محل براعوهم يعني بتركولهم هامش أيوة وهن بيستغلوا هذا الهامش بطريقة خطأ يعني متل لما لما صار في عندك في محافظ إدلب أنه طلع النظام صار هنا صاروا يشيلوا اللافته اللي هي بالأصل بتقلك هون الاتجاه ممنوع وهون الطريق فيه منزلق ويعني اللي بتوعع السائق صار يشيلوا العبارات المكتوبة عليها ويقلك الديمقراطية كفر مثلا أو اتقي الله أو لا تنسى ذكر الله يعني بيدخل بيغير طبيعة مقرة الأخيرة بهذا الموضوع إلا علاقة بالناس اللي إجوا على أوروبا وهن من عندنا من بلادنا من سوريا مثلا هدول متعودين إنه هن بيعملوا رقابة اجتماعية على الآخرين على الناس الأضعف منهم وبيضايقوا الناس الأضعف منهم وحينما يتعلق الأمر بالسلطة السلطة رامعتهم وما بتخليهم يتنفسهم فأجوا لهون لقوا الوضع مختلف هن في حريات في كزا ولكن هن هن صار عندهم طموح لأنه يخالفوا القوانين يعني مثل لما في أحد في أحد بعض المدن الأوروبية عملوا نفس السيناريو أنه يصلوا بالشارع مثلا ويحترموهم ما حكوا معهم يصلوا بالشارع ولكن هذا الشي ما نظروري الجوامع تنترك الجوامع اللي تعمر في أوروبا تنترك مسكرة تقريبا ما فيها مصلين وانتوا عم تروح ومتصلي بالشارع شو السبب يعني هو نوع من الفوضى اللي متعودين عليها كمان بالنسبة للأحداث الأخيرة اللي صارت أنه أنتوا بتكن تاخدوا بهاي الدولة موافقة على مظاهرة لشي إلو علاقة بالفلسطينيين وإلى آخرين إذا ما عطوكم لا تطلعوا لا هن بدي يطلعوا وبدون يمارسوا العنف كمان وبعدين بيقلك أنه يا أخي ليش قوانين هن هيك الألمان مثلا أنه هاي قوانين هن هيك يعني بيقلك أي وقت اللي جينا ما كانت هاي القوانين هيك أنت لازم تقول له أنه يا أخي القوانين ما بتنحط دفع واحدة بكج أنه هاي قوانين هاي الدولة من الآن إلى الأبد ما بتنحط هاي القوانين تتغير بحسب تغير الظروف والظروف اللي أدت بالألمان وغير الألمان إلى تغيير قوانين فيما يتعلق بالحريات سبب نحن القوانين بهذه الدولة تطور القوانين بهذه الدولة باتجاه الإقلال من الديمقراطية أو التراجع عن الديمقراطية أنت ما عندك أنت شوف أنت ما عندك خيارات أنت صاير واقع بين نارين أنه أقول لك نرحلك وإنك تروح أنت لم تحسن أن تروح إلى سوريا لعند النظام النظام مثل أنه مجرم يجرم بحقك ويا ما أجرم بحق الناس ونرجعت على مناطق اللي تبع اللي بيحكموها تنظيم القاعدة في الشمال يعني ما بنقول أسوأ من جماعة النظام بس كمان ما في عندهم حريات فأنت عم تلاقي هون حريات تعامل مع بزكاة يعني هاي الحريات خود منها ما تستطيع أن تأخذه ويفيدك وترك الشي ما بدك يا أكيد في سؤال هلأ بيخطر عبال كثيرين أنه بعد كل هذا الحديث وبعد كل هذا التفنيد للواقع وغراءته من جانب مختلفة شلون لك يعني إذا كانت حريتي ما بتنتهي وقت تبدأ حريط الآخرين أو العكس شو الحل ما بده شي الدول المتقدمة فيها دساتير تحترم حقوق الإنسان وفيها قوانين تطبق ما جاء في الدساتير بشكل عادل ومحترم وانت لو كتعيش في دولة فيها ديمقراطية وفيها قوانين بتشوف ايش هو المسموح وغير المسموح وانت بتمارس حريتك في نفس الوقت في مئات الألوف من المواطنين عايب تمارسوا حريتهم ما بتعرض اشتركوا في القناة